القتل أو الجوع أو الحرب كل هذه أسباب باتت كعروض الموت التي ألفها العراقي في قائمة حياته المفقودة فأنت تختار الموت بما ترغب لكنك لا تحبذ موتا في منهول ولا يجزى العراقي بموت تذهب فيه روحه بفتحة تصريف مياه المجاري لكن في البصرة يسقط عامل في منهول تصريف فتذهب روحه بمياه آسنة وتبقى الجثة دليل القهر لذويه وأهله وبلده المطون بحرمان الحياة لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في محافظة البصرة بل كان الحظ للطفلة فاطمة سيئا بنهاية حياتها في منهول أيضا التغيير أجرت لقاءات اللحظة وفاة الطفلة فاطمة التي شكلت قصة موتها فاجعة في البصرة والله يا ساد همال همال يعني بشكل هم من المقاولين وهم من البلدية نفسها وهم الحكومة المحلية يعني يجي يحفر يسوي المجاري عافى بدون اقباقة وراحة المهم مو بس هاي منهولا يعني تبقى المنطقة تفترسة كل المناهي بالمنطقة بالضعتنا بالجمهورية كل المفتوحة على ما يبدو أن صوت العراقي غير مسموع ولا مجيب لروح فاطمة أو امرأة أو رجل أو عامل هنا فقط يقف العراقي حائرا متسائلا كيف يكون مصيره أمام كل الوعود بحياة كريمة تكفل له أبسط الحقوق الخدمية بشوارع نظيفة وبنية تحتية آمنة وضمير لا يشترى ولا يباع مقابل حفنة دانانير تسرقها الجيوب ترجمة نانسي قنقر